في المبادرات اللي احنا أطلقناها فيما يخص استهداف أمراض بعينها عشان ما يبقاش إذا كنا مش قدرين نعمل كل شيء فنعمل الأجزاء منه احنا عندنا تجربة ده اللي بقوله الأشقائنا اللي موجودين معنا لنا تجربة في كل قطاع لنا تجربة في كل قطاع أنا سمعت نائب رئيس زنبابوي بيتكلم عن المية وأنا هنا فرصة أن أنا أشقائي في أفريقيا يسمعوني شوفوا احنا حسة مصر من المية 55 مليار متر الحصة دي لم تتغير على مدار السنين بالكامل من أيام مصر ما كانت يعني 3-4 مليون وحتى الآن هل إحنا دخلنا في السراع مع أشقائنا عشان نزود الحصة دي؟ لا إنما اشتغلنا على إن إحنا نعظم من مواردنا وما فيش نقطة مية وأنا مش مبالغ في الكلام ده ومش بقوله هنا عشان يعني مش لأسباب سياسية ده أنا بقوله هنا عشان أقول إن التحدي هو فرصة التحدي رغم أنه تحدي هو هتعتبره يعني عائق لك أو لنا أو لدولنا لا التحدي فرصة للتغلب عليه عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة سلاسية متطورة أنا عايز أقول لكم إن البرامج اللي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مية تبقى لمعايير من نظامة الصحة العالمية أدي واحد ثم إن إحنا نستفيد بالنقطة بالمياه اللي موجودة دي بأكبر قدر ممكن إحنا هكون تقريبا من أول أو تاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحليل المياه لصالح شعبها إذن التحدي أنا بس عشان كان كل الكلام يتكلموا على أن أفريقيا لا أفريقيا قادرة أفريقيا قادرة وإذا كان في تحدي إحنا قادرين معا بإخلاص إن إحنا نتجاوز